علوم الصفة الأول الإعدادي اختبار كراسي كتاب الأضواء على الدرس الثالث الصخور والمعادن والوحدة الثالث صفحة خمسين واحد ألف أكمل ما يأتي واحد يعرف الصهير باسم المجمة بينما يعرف الطفح السطحي باسم اللوف نين تصنف الصخور النارية إلى نقط ونقط حسب أماكن تكوينه إلى صخور نارية جوفية وسخور نارية سطحية أو بركانية ثلاثة يتكون صخرة الجرانيت من معادن هي المايكا والكوارتاز والفلسبار أربعة يتكون صخرة البازيلت من معادن هي الأوليوذي والبيروكسي والفلسبار ضع علامة صح أو علامة خطأ أمامها العبارات الأتي واحد الأوليوذيين والبيروكسيين من معادن المكونة لصخرة الجرانيت صخرة البازيلت بارخطاء اثنين عندما اهتبرد اللاف تكون صخورا نارية جوفية المجمع وليس اللاف يا برخطاء ثلاثة الأساس الصخري من الكشة الأرضية غير مفكك عبارة صحيح اثنين بعد النقط في تكوين كل من الجرانيت والبازيلت الكوارتاز الأوليوذيين الفلسبار الفلسبار ثلاثة من الصخور النارية الجوفية الجرانيت طبعا الجرانيت الرخام صخر متحول البازيلت صخر ناري سطحي أو بركاني الكوارتاز ده ايه؟ معدن يدخل في تركيب الحجر الرملي باء اكتب المستهل العلمي المناسب واحد الطبقة الخارجية المفككة من الكشة الأرضية التربة اثنين مواد سلبة طبعية توجد في الكشة الأرضية تكون من معدن واحد أو من مجموعة معدن السخور ثلاثة مادة في باطن الأرض غلزة كوية شديدة السخونة المجمع والسهير أربعة سخر تكون من الفلسبار والأوليوذيين والبيروكسين صح صخر البازلت ثلاثة ألف علم ما يأتي واحد يسهر امتداد جزور النباتات في الجزء العلوي من الكشة الأرضية لأن الجزء العلوي من الكشة الأرضية مفتت ومفكك اثنين السخور النارية الجوفية بلورتها كبيرة الحجم السخور النارية الجوفية المجمع بتبرد في عمال الكشة الأرضية ببطء فتأخذ المعادن المكونة لها وقتا طويلا في الطبع اللور لذلك تكون بلورتها كبيرة الحجم ثلاثة 2 من الصحور النارية السطحية حجمها ناعم بينما就ạ hors anchovia ولكن صروح بلورات المعادن لها بلورت المعادن المكونة لها صغيرة ıy ظ أ Ashkarp بينما صخور النارية الجوفية بلدرات المعادن المكونة لها بتكون كبيرة أربعة وجود فجوايات صغيرة في أسخور النارية البركانية بسبب خروج الغازات من الحمم البركانية عند انفاض درجة الحرارة أثناء تكوين أستخدم باع كارن بين الجرانيت والبازيلت من حيث اللون الملمس حجم البلدرات المعادن المكونة لها الجرانيت اللون وردي أو رمادي طيب البازيلت اللون داكن اللون الملمس 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 بيكون خشن طيب عبازيلت الملمس بيكون ناعي لأن البلدرات بيكون صغيرة الحجم حجم البلدرات حجم البلدرات بتكون كبيرة ترى بالعين المجرد صغيرة لا ترى بالعين المجرد المعادن الميكة والكوارتاز والفلسباور الأولوبيين البيوكسين إضافة إلى الفلسباور أربعة ألف ماذا يحدث إذا؟ فقدت المجمى حارتها في شكوك الكشرة الأرضية تأخذ المعاد المكونة لها وقتا طويلا في التبلر لذلك حجم البلدرات بيكون كبير وتكون صخر ناري جوفي بقى استخر الكلمة الشزة وأكتب ما يربط بين باقي الكلمة الكوارتاز الأولوبيين الميكة الفلسبار طبعا إيه الأولوبيين طب إيه رب منهم المعادن المكونة لصخر إيه الجرانيت نين الأولوبيين الفلسبار الميكة البيوكسين الميكة المعادن المكونة لصخر إيه البازيلت طب غير على الدرس الثالث صفحة 52 كم واحد ألف أكمل ما يأتي واحد من أمثلة السخور الرسوبية نقطة نقطة الحجر الرملي والحجر الجير نين تنشأ السخور نقطة من تفتت السخور القديمة صحر الرسوبية بينما تنشأ السخور نقطة من تعرض السخور القديمة للضغط والحرارة الشديدة المتحولة ثلاثة الحجر الجيري من السخور صحر الرسوبية أما الرخام فمن السخور المتحولة أربعة سخور متحولة إلى سخور رسوبية يبقى عن طري تفتت ونقل وترصيب ولعكس صحيح من سخور رسوبية إلى سخور متحولة يبقى الضغط والحرارة الشديدة بقى كارم بين الحجر الرملي والحجر الجيري من حيثه اللون والملمس الحجر الرملي اللون أصفر اللون والملمس خشم بينما الحجر الجيري اللون أبيض والملمس نعم أو أملس جيم استخرج الكلمة المختلفة ثم أذكر ما يربط بين باقي الكلمات واحد الكوارتس البيروكسين المايكة الفلسبار صح البيروكسين طب إيه رب بينهم المعادن المكونة لصخر الجرانيت نين الحجر الرملي الأوليفين البازيلت الرخام صح الأوليفين طب إيه رب بينهم دي عبارة عن أمثلة لصخور نين ألف اكتبوا من صح العلم واحد صخر جوفي لونه وردي أو رمادي ترى المعادن المكونة له بالعين المجردة صح على الجرانيت لأنك بيروكسين نين الطبقة السطحية المفتتة والمفككة من الكشة الأرضية صح التربة ثلاثة مادة منصهرة شهدية السخونة غالصة كوية توجد في بطن الأرض المجمع والصهير باق عالما يأتي واحد حدوث فورا عند إضافة حمض الهيدروكلوريكا مخفف إلى الحجر الجيري بسبب تصاعد غاز ثاني مكسيد مكسيد الكربون مكسيد سي أو تو نين نسيجة جرانيت خشن لأن بلورات المعادن المكونة له كبيرة الحجم ثلاثة يزداد تماسك طبقات السخور الرسوبية بمرور الزمن لأن الرواسب الموجودة في الطبقات السفلية تعرض لضغوط كبيرة ناتجة عن أوزان الرواسب التي تعلوها جيم ثو ما تحته خط في العبارات الأتي واحد السخور النارية تشكل غطاء يغلف حوالي 75% من سطح الكتلة الصلبة للأرض السخور الرسوبية اتنين يعتبر الحجر الرملي من السخور النارية من السخور الرسوبية ثلاثة الجرانيت من السخور الرسوبية من السخور النارية الجوفية أربع ينشع الرخام من تحول صخر البازلت الحجر الجيري ثلاثة ما المقصود بكل من واحد السخور الرسوبية السخور النتيجة من تماسك الرواسق اتنين اللافا اللافا أو مسمىها الطفح السطح برعان المجمى عند وصلها إلى صلح الأرض في الصورة حمم بركانية ثلاثة الصخور مواد صلبة طبعية توجد فيه الكشرة الارضية تتكون من معدن واحد أو مجموط معدن با حد النوع الصخور تضحي أو بركاني نجي ماذا يحدث عنده واحد تعرض الصخور النارية أو الرسوبية إلى الضغط أو الحرارة أو كلاهما صح تتكون الصخور المتحولة تكون الصخور المتحولة اتنين خروج الغازات من الحمم البركانية المكونة للصخور البركانية تتكون رجوات صغيرة على هيئة خفر دائرية أربعة ألف تخير الإجابة الصحيحة لكل عبارة من الإجابات التالية واحد الجرانيت من الصخور النارية السطحية المتحولة النارية الجوفية طبعا النارية الجوفية نين تكون الحجر الجيري من ترسيب كربونات المانيسيوم كابريتات الكالسيوم كربونات الكالسيوم طبعا كربونات الكالسيوم ما قم ج kadın ثلاث الروخاية له نفس التركيب كميائي لصخر الجرانيت الحجر الجيري الحجر الرملي البازيل طبعا الحجر الجير 코 boy اربعة ك West ما يأتي من الصخور الرسوبية ما عدد الحجر الرملي الحجر الجيري الرخام الحجر الطيني طبعا الرخام لأنه مبارع عن صخر ايه؟ صخر متحول باق ضع علامة صح أمامها العبارة الصحيحة وعلمة الخطأ أمامها العبارة غير الصحيحة واحد شكل الصخور الرسوبية غطاء نيغلف حوالي 5% من سطح الكوتلة الصلبة الأرض 75% عبارة خطأ نين الأساس الصخري من البكشة الأرضية غير مفكك عبارة صحيحة ثلاثة الرخام الملون هو الخالي من الشوائب طبعا الرخام الملون يحتوي على الشوائب الرخام الأبيض خالي من الشوائب لا خطأ جيم أذكر التركيب المعدني للصخور الأتية واحد الحجر الرملي الكوارتس نين الحجر الجيري الكالسايت أو كربونات الكالسو ثلاثة البازيلت العلوذية والبيروكسين أضافة إلى ألف الأسبوع اختبار الأضواء على الواحدة الثالث في صفحة 54 أكمل ما يأتي واحد تمثل المستحات المائية باللون صح الأزرق بينما تمثل اليابسع باللون الأخضر في الخرارة التبعية على سحة الأرض اثنين تقع طبقة نقط بين طبقة عيي نقط والوب الأرض صح طبقة الوشاح بين طبقة عيي الكشة الأرضية ولوب الأرض ثلاثة نقط توابع تغضع لجاذبية الكواكب الأقمار أربعة من السخور المتحولة نقط الرخام بينما الحجر الجيري من السخور الرسوية باق ما المقصود بكل من واحد المجرات نظام نجمي تكون من آلاف ملايين من النجوم منين السخور مواد صلبة طبيعية توجد في الكشة الأرضية تكون من معدن واحد أو مجموعة معادة جيم اكتب ما تشير إليها الأرقام التالية واحد 2885 كيلومتر سمك طبقة الوشيح 250 مليون كيلومتر المسافة أو بعد كوكب الأرض عن الشمس 222 كيلومتر الفرق بين نصف الكطر الكطبي والاستوي نين ألف ما تحتوى خط في العبارات الأتية واحد يستخدم غاز الأكسجين في عملية بناء الضوئي ثاني أكسجين كربو نين من السخور النارية الرخام من السخور النارية الجرانيت أو البازيلت يبقى الجرانيت ومن السخور المتحولة الرخام تلعت دور الكوكبات بين مداري الأرض والمريخ المريخ والمشتر الرخام بقى كورم بين طبقة اللوبة الداخلي وطبقة اللوبة الخارجي للأرض اللوبة الداخلي المواد المكونة للطبقة في الزات صلبة بتكون غنية بالحديد والنيك طيب السمك ألف تلتمية وخمسين كيلومتر اللوبة الخارجي في الزات منصهرة طيب السمك كام ألفين ومئة كيلومتر تقريب جيم علم يأتي واحد وجود حفر صغيرة في الصخور النارية البركانية بسبب خروج الغازية من الحموة البركانية عند انخفاض درجة الحرارة أسنى تكون الصخر نين حدوث فوران عند أضافة قطرات من حمل الهيدروكلوريك إلى الحجر الجيري بسبب تساعد غاز سانيوكسيك ربون ثلاثة تدور الكواكب حول الشمس في مدارات ثابتة بفعل كوة جاذبية الشمس ثلاثة ألف اكتب مستهل علم واحد المجرة التي تنتمي إليها مجموعاتنا الشمسية مجرد درج بتتبقان اتنين خليط من الغازات يحيط بكوكب الأرض الغلاف الجو ثلاثة طبقة رقيقة مفككة تغطي الكشة الأرضية الترب أربعة أكبر الكواكب من حيث الكسافة الأرض با اكتب اسم الصخور التي تتميز بخصص تلي واحد صخر ناري جوفي لونه وردي أو رمادي موجود في الصحراء الشرقية الجرانيت اتنين صخرة خشن الملمس أبد اللو أكثر صلابة وتماسكا من الحجر الجيري صح الرخي ثلاثة صخرة تكون من الطفوحة البركانية عندما تتركز على سطح الأرض صح البازيل أربعة صخرة صوبي خشن الملمس أصفر اللو يتكون من تماسك حبيبات الرمل صح الحجر الرملي جيم أذكر أهمية كل من واحد الجاذبية الأرضية ثبات واستقرار الأشياء على الأرض واحد الاحتفاظ بالغلاف الجو والغلاف المائي نين التليسكوب دراسة الأجرام السماوية البعيدة أربعة ألف ماذا يحدث عند واحد وقعد القطرات من حمض الهيدركلوريك على عينة من الحجر الرملي لا يحدث تفاعل اتنين عدم موجود طبقة الأزون في انغلاف الجوي تنفذ الأشعة فوق بنفسجية الضرة وتهدد حياة الكلانة الحقيقة ثلاثة اختراك نيزي الغلاف الجو والأرض يحترك سطحه الخارجي فقط واما تبكى منه يسكت على الأرض با استخرج الكلمة الشازة ثم اذكر ما يربط بين باوك الكلمات المزنبات الزلازل الكواكبات الأقمار طبعا الزلازل طبعا ربهم أجرام سماوية اتنين المعادة المكونة لصخرة الجرانيت جيم اذا كانت كورة الجسم على سطح الأمر ستين كيلو جرام وعجل الجزبين الأرضية عشرة متعة ثانية تربية فاحسب واحد كتلة الجسم على سطح الأرض الكتلة سابت لا تتغير يبقى ستين كيلو جرام زي ما هي اتنين وزن الجسم على سطح الأرض طيب الوزن بساوي الكتلة الكيلو جرام في عجلة الجاذبية كتلة كام ستين في عجلة الجاذبية عشرة ساوي ستمائة نيوتين طبعا تراكمي على الوحدات الأولى والثانية والثالثة سفة ستوى خمسية خم واحد ألف أكمل ما يأتي واحد تجزب الأرض الأجسام إلى مركزها بكوة تسمى نقطة الجسم وزن الجسم وتزداء بزيادة كتلة الجسم نين الرابطة في جزيء النتروجين تساهمية سلاسية بينما في جزيء الأكسجين تساهمية سنائية ثلاثة أربع منغية أربع الجرانيت من السخور صح النارية الجوفية النارية الجوفية بينما الرخام من السخور المتحولة باق ما المقصود بكل من واحد الكسور الذاتي خاصية مقوامة الجسم المادي الساكن أو متحرك لتغيير حالته اثنين المزانبات كتل سخرية كبيرة يحترق سطحها الخارج فقط عند اختراقها لو لا في الجو وما تبكى منها يسكت على الأرض ثلاثة الأحماض مواد تعطي عند تفكك في الماء أيونات لهيدوريجين المجاب جيم معلمة يأتي واحد الجزبية على سطح الأرض أكبر منها على سطح المريخ لأن كتلة كوكت الأرض أكبر من المريخ نين تساوي عدد الألوكترنات في أيون كل من الماغنيسيوم المنجي 12 والأكسجين 8 الماغنيسيوم 2 8 2 بيميل إلى فقد وتحول إلى أيون موجب ويصبح على الألوكترنات 10 الوكترجين 2 6 أثناء تفاعل الكيميائي بيميل إلى اكتساب 2 ويصبح عدد الألوكترنات في أيونه 2 8 يعني 10 10 10 10 10 10 كده ايه متساوي 3 استخدام أحزمة الأمان في السيارات والطائرات المعنى إذا ركاية بفعل الكسور الذاتي النتجة عن التغير المفاجئة في الحركة 2 ألف ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الأتية 1 العنصر الذي عاد الزر 2 يكون ثناء التكافؤ عبارة خطأ عنصر خام وهو الهالية 2 النسبة بين كتلة جسم عند كتبين إلى كتلته عند خط الاستواء يساوي الواحد الصحيح عبارة صحيح أن كتلة ساب الزعيف 3 تقع طبقة الوشاح تحت فوق اللوب الخاري الأرض باق إدرس الشكلين الآتيين ثم أجيب عن المطلوب أسفل كل منهم 1 حدد نوع الحركة حركة دورية اهتزازية حدد نوع العنصر ونوع عيونه أثناء تفاعل كيميا إيه استوى الأخير في واحد إيه نوع العنصر إيه في لزي حول العيون موجب يحمل شوحنا إيه موجب أو حد جيم كارن بين كل من واحد الصودة الكوية وماء الجير من حيثه الإسم الكيميائي والصغه الكيمائي الصودة الكوية هيدروكسيد السوديو طب الصغва آن آآ آن طب ماء الجير هيدروكسيد الكالسيو الرمز ك آآ آآ بغيتو لأن الكالسيو مطلسكي Sah black تكافagh نين الكواكب الداخلية والكواكب الخارجية من حيث الحجم والكسافة الكواكب الداخلية حجمها صغيرة كسافتها كبيرة 3.3 إلى 5.5 جرام على سنتمت المكعة الخارجية الحجم تكون كبيرة الحجم أو عملاك الكسافة تكون صغيرة من 7.3 إلى 1.3 جرام على سنتمت المكعة 3.000 اكتب مساء العلم واحد كسر روابط بين الجزئيات المواد المتفعلة وتكوين روابط جديدة بين الجزئيات المواد النتيجة التفعل الكيميائي 2. مواد صلبة طبيعية توجد في الكشة الأرضية تتكون من معدن واحد أو مجموعة معدن الصخور 3. سائل يستخدمه النبات في عملية البناء الضوئي صح الماء لو قال لغاز يبغاز مين سنوصي الكربون 4. باق اذكر استخداماً أو أهمية واحدة لكل مين 5. طبقة الأزون 6. بتاح الأرض 7. من الأشعة 8. فوقها 9. قلب النفسجية 10. الضارة 10. التلسكوبات 11. دراسة 11. أجرام 12. جيم 12. اسكر الرقم الدال على كل مين 1. عدد الزرات المكونة لمجموعة النترات نترات 3. O 1. كم؟ 4 2. نسبة غاز الأكسجين في الكلام الجوي 21% 3. زي ما ندوران الأرض حول الشمس 3. ضمي خمسة وستين يوم مرابعة 4. عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الأخير لعنصر في لزي سورة التكافؤ طبعاً سباسة 4. ألف ماذا يحدث عند 1 فاضد 5. زرات عنصر في لزي إلكترون واحداً يتحول إلى أيون موجب 6. يحمل شحنة موجبة واحدة 7. يحمل شحنة موجبة واحدة 8. دخول نيزج 8. انغلاف الجو والأرض 9. يحترق سطحه الخارجي 10. وما يتبكى منه يسكت على الأرض 10. التأثير بكوة مناسبة على جسم ساكن يتحرك 10. يتحرك 11. الجسم من موضوع الموضع إيه إلى موضع آخر 12. بقى 12. استخرج الكلمة أو الرمز غير مناسب ثم أذكر 13. ما يربط بين باك الكلمات أو الرمو 13. واحد 13. نترات السوديوم 14. حمض النيتريك 15. كولوريد الفضة 15. كولوريد السوديوم 15. طبعاً هنا الحمض هنحزفه 15. والبقى كله إيه؟ عبارة عن صح أم لايح 16. حركة المجزوفات 17. حركة المروحة 18. حركة الدراجة 19. حركة الكتار 19. حركة المروحة 19. حركة انتقالية 20. أتفتت 20. أتجمد 21. النقل الترسيب 22. أتجمد 22. مراحل تكون 22. السخور الراسوبية 23. جيم 23. اكتب السيغة الكيميائية للجزئات التالية 24. واحد 24. أكسيد الحدي بيك 25. ف 25. ثلاثة 25. فوسفات 25. الكاسيوم 25. كاسيوم سنائي 25. كاسيوم سنائي 26. أبدل 26. كاسيوم سنائي اشتركوا في القناة